انا بقى ابن عم الجابر انا فيه طار شخصي مبيني بمورسي بعيدا عن السياسة و بعيدا عن اي حاجة حق جابر هيجي لو ما جاش بالقانون هيجي بالقصاص الى حد ما عندي سنة يعني حص نظام في القضاء بتوعنا الى حد ما يعني مش عايز اقول القضاء كل فاسد الكلام بكل الى حد ما ممكن يبقى فيها عادي عادل يقدر ياخد حق جيكا ان شاء الله بلاش تبدو التهدور زماش جبار افتكر مبارك تعمل في ايه افتكر المشير لما كان بيعمل حاجة الناس كانت بتنزل ازاي وكفاية اقول لك على حاجة يعني بعيدا عن ده كله بعيدا عن ده كله مش بنزلنا ولا بقعدنا في الشوارع ولا ولا الكلام ده كله اقسم لك بالله اقسم لك بالله اقسم لك بالله كفاية دعوة عمر نايمة حزينة على ابنها وهي بتدعمل قلبها الحمد لله يا رب العالمين انا اقدمت العزة واصلت الفيسبوك اقدمت العزة لأسرة الاسلام قد نظر هو مينو اخوانية او مش اخوانية وفي الاول في الاخر كان ضحية نزام تمام؟ عرفنا ان منا بحضرتك راح تعزت الاسرة تمام؟ حلو بخل وبركة تصل ببينا تصل بخالي عشان خاطر تجي تقدم العزة خالي رفض لان احنا ما بيننا وما بينك دم منا وما بينك طار مش هنقبل عزة في جابر من اي حد ولا منك انت بالاخص الا لما ناخد حد وحقه هيجو رائب جدا لان لو اللي قتل اصابة داخلية فاللي بتدول عم هو انت مرسي فرضا ان مرسي تلع لغة الاعلان المكامل الدستور فيه ناس كتير او هتفرح و هتساب الميدان زي كل مرة و الكلام ده كله انا واحد من الناس مش هسمح بكده ان شان انا هقعد لواحدة في الميدان لان دي تبقى لعبة كذرة بتتلاعب السياسيين ان هم يفرحوا الناس بحاجة وتلاقيهم من ورا من ناحية تانية هم يقول لك حاجة تانية انا اسف في الكلمة انا اسف خزو او بيها الشعب مش هسمح ان احنا ناخد خزو تاني مش هسمح ان احنا يتعامل الدستور من غير ما ناخد بالنا نلاقي نفسينا كلنا اي حد يقول اي كلمة يبقى في السجون الاعلام اي حد يقول اي كلمة القناة يتقفل اي حد هيعارض هيعتقل مش هنسمح بدا كله عايز اقول كلمة بقى لناس اللي قاعدة في البيوت وتفرجوا وناس اللي بتتابع التلفزيون دوناس كبيرة بقى كفاية الناس اللي لقى التفكير ولقى مخاة وبتعرف تفكر ولقى عنهم بتعرف تشوف كفاية بقى تعيشوا في دور المتفرجين شايفين ان في حاجة غلط انزروا الحقوة انزروا بطلبوا حقوقوا اطلبوا مطالب شرعية مش بقولوكوا بحاجات لبن العصرور حقوقوا دستور كويس حقوقوا لقمة كويسة اطلبوا مطالب بها يريد انزلوا وتلحقوا قبل ما يفوت الهوان عشان الله فات الهوان هتعيطوا انت اول نصر اتعيطوا احاول نفسيكم تحاول بلد قبل ما تبقى اخوانية ولو بقت اخوانية اكسل بالله انتو هتتقزوا اكثر من ايضا يريد الجمعة الجاية في المنان الجاية العدد يبقى اضعاف اضعاف وانتو اللي تبقى بنا دو الميدان شكرا